حدث ثاني مهم جداً كأس العالم للأندية كانت القرعة 7-9 بعد كده بقت 5-9 الساعة 11 الصبح النهاردة آخر حاجة قرعة كأس العام للأندية تم الإعلان عنها من خلال موقع الفيفا هتبقى بكرة 5-9 ولكن بدل ما هتكون الساعة 11 الصبح هتكون الساعة 2 الضهر هتكون الساعة 2 الضهر بتوقيت القاهرة القرعة هتتعمل في مدينة تاجدة وبإذن الله ربنا يوفي النادي الآله في شكل القرعة كلكم عارفين طبعاً احنا استعرضنا قبل كده جدوى للمتشاط موعيد المباريات من الفرق المرشحة اللي ممكن تواجه الأهلي في الأدوار الأولى وقالنا الافتتاح هيكون يوم 12-12 مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والفائز منهم هيواجه يئما الأهلي يئما ليون المكسيكي بطل الكونكا كاف يئما يواجه أراوى ريدز الياباني بطل أسيا المباراة دي هتبقى يوم 15-12 فالقرعة بكرة ان شاء الله ساعة 2 الظهر القالة هيعرف يوم 15-12 هيلعب مين الفائز من اتحاد الجدة اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي بطل المكسيك أو بطل اليابان طيب الحاجة التانية كمان هتعرف بعد لو كسبت المباراة دي هتواجه مين ومين في طريقك تلعب يوم 18-12 مع بطل أمريكا الجنوبية اللي لسه يتحدد يوم 4 نوفمبر ولا تلعب مع منشستر سيتي بطل أوروبا يوم 19 ديساندر جدول المطشاط كل حاجة خاصة بالقرعة الحمد لله احنا انفرضنا بها من حوالي اسبوعين يعني وكان صبت مهم جدا لنا هنا من خلال برنامج التريند ولكن الجديد بقى ان بقرة الكابتن حسام غالي هيكون هو ممثل الاهلي في قرعة كأس العالم للاندية ان شاء الله بإذن الله تكون مناسبة جيدة للكابتان والكابتن حسام غالي ونشوف قرعة مناسبة وجيدة للآله في المشوار ونضمكم وعلى الشاشة يمكن الخبر من الموقع الرسمي حسام غالي ممثلا عن الاهلي في قرعة كأس العالم للاندية على فكرة بالمناسبة اللي هيسحب القرعة كمان النجم الافواري نجم برشلونة الاسباني يا ياتوريه هيكون ممثل من الاتحاد الدولي فيفا لسحب مرسم قرعة كأس العالم للاندية بقر ان شاء الله حوالي الساعة اتنين الظهر بتوقيت القاهر طيب دي جزئية النهاردة كمان بالليلة على فكرة المفروض الفيفا هيعلن عن الشعار الخاص بالبطولة والملاعب اللي هتتلاعب عليها مباراة بطولة كأس العالم للاندية حاليا الملاعب مغلقة للصيانة عشان كده حتى لو تاخدوا بالكم مباراة السوبر بين الاهلي والتحاد العاصمة لما تلعبتش في جده او في الرياض عشان ملاعب كأس العالم للاندية عشان الفيفا بيطلب دايما قبل اي حدث اقفل اعمل صيانة حضر للبطولة قبلها 3-4 شهور فعشان كده الاهلي هيلعب كأس السوبر في مدينة الطايف مش هيلعب في جده وجده طبعا ملاعبها الكبيرة هتكون جاهزة لهذا الحدث الكبير تسألني عن توقعاتي اقول لك اتمنى نواجه اتحاد جده السعودي اتمنى نواجه اتحاد جده السعودي عايز تلعب مباراة يعني في المتناول ممكن تلعب مع بطل اليابان اللي هو بطل اسيا كلكوا عارفين الكرة المكسيكية والكرة في الكونكاكاف برضو كرة متقدمة ولكن الاسهل ممكن تكون مباراة بطل اليابان هي الكرة فاسهل وصعب ولكن انا باقول لكم يعني عن توقعاتي وبقرة وبعده انحاول برضو ايه رح سؤال ناخد توقعات حضراتكم او ناخد وجهة نظركم في القرعة اللي هتتعامل بكرة هل المباراة صعبة هل الطريق سهل صعب انا اعرف برضو وجهة نظر حضراتكم لكن انا اتمنى على المستوى الشخصي الاهل يلعب مع التحاد جدة السعودي بحب انا التحديات اللي زي دي وانا حتى يوم ما جبت جدوى للمتشاط قلت كده قلت اتمنى نلعب مع التحاد جدة السعودي مباراة تبقى جماهيرية في المقام الاول الجماهير السعودية الجماهير المصرية المقيمة في المملكة جماهير النادي الاهلي يعني الملعب هيبقى ممتلع عن اخره وكمان بقى لا هيزيد المباراة رونق وصيد تعالمي وجود نجوم الكرة الاوروبية في التحاد جدة والانتقالات العالمية اللي بتحصل حاليا في الدوري السعودي التحاد جدة حاليا عنده كريم بن زيمة فهنشوف حتى كمان موضوع محمد صلاح حل من النهاردة لغاية يوم 7-9 لما القيت في السعودية يتقفل هل صلاح ممكن يكون موجود ولا لأ تخيلوا بقى لو صلاح في التحاد جدة ويلعب قدام الاهلي في كاسة العالم الأندية شوفوا المباراة دي هيبقى الإخبار والمشاهدة والمتابعة الجمهورية هتبقى عاملة ازاي يوم 15-12 بإذن الله طيب ننتقل لملف اخر وهو معسكر الاهلي في النمسا نهاردة طبعا كابتن محمود الخطيب هيغادر خلال الساعات القادمة ولسه الكابتن موجود حاليا في النمسا ولكن خلال الساعات القادمة هيغادر إلى باريس لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج اللي بيتابع حالته منذ فترات طويلة كابتن محمود الخطيب كان خضع لبعض الفحوصات الطبية الجديدة لاستضاح الموقف كاملا قبل استكمال العلاج وهو حتى كان موجود في رحلة علاجية قبل ما يطلع لمعسكر الاهلي في النمسا وبمجرد انتهاء المعسكر بإذن الله بعد بكرة هيكون الكابتن موجود في باريس لمتابعة الحالة مع الطبيب الفرنسي المعالج ألف مليون سلامة على الكابتن محمود الخطيب طبعا هو نتيجة الإرهاق الزهني ومتابعة العديد من الملفات والفترة الأخيرة كان فيه شغل كتير جدا بتحضر لحفل التتويج وبتحضر لمسم جديد صعب جدا عندك ملفات قرية بتخاطف فيها الفيفا والكاف عندك ملفات محلية بتخاطف فيها اتحاد الكرة واتحاد الكرة ما بيردش كل يوم بتلاقي فيه أزمات بتتصدر للأهلي ما تعرفش إيه أسبابها سواء مشكلة معسكر منتخب مصر وبطولة مستحدثة لسه محدش عارف لويحها ولا المكافئات اللي فيها الدور الإفريقي والقرعة يعني ربنا يكون فعوني المسؤولين عن قطاع الكرة يعني ضغط كبير جدا ومع الضغوطات دي والحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب فبالتأكيد يعني لازم يتعرض لإجهاد وتعب فنتمنى له ألف سلامة بإذن الله خلال الفترة اللي جاي موسيقى